أريد أن أعرف من هو الديوث وهل هو من الغيبيات أم نستطيع أن نحكم على شخص الديوث هو الذي لا يغار على عرضه باختصار الديوث هو الذي لا يغار على عرضه يقال له ديوث والأصل في المسلم أنه يغار وإذا كن نبي صلى الله عليه وسلم يقول أتعجبون من غيرة سعد فأنا أغير من سعد فالمسلم لا بد أن يغار نعم ترجمة نانسي قنقر